ورداً على منشادة الطلبة قال معاون مدير قسم الامتحانات في مديرية تربية صلاح الدين جمع لطيف شهاب أن العمل مستمر حتى ساعة متأخرة من أجل إجاز المعاملات المواطنين مؤكداً أن بإمكان الطلبة مراجعة لجاناً الامتحانات بدون تصديقها من التربية وذلك لتسهيل إجراء الامتحانات خصوصاً وأن المدة المحددة للتقديم من قبل الوزارة قليلة جدانة الفترة التقديم فترة قصيرة جداً عشرة يوم اللي هو بدأ كشي رسمي من يوم الأحد هاي الفترة حقيقة والمحافظة كانت محرومة من الامتحانات صار أربع سنوات لم يستطعوا عداء الامتحانات في محافظة صلاح الدين بسبب العقوبة من وزارة التربية فانفتح اليوم الأحد كان الأول يوم يوم الأحد فأصبح زخم على كل الأقسام وبالذات قسم الامتحانات العمل ما نحن مستمر من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساء إضافة إلى ذلك الكادر الشهادات والموظفين الموجودين عمل دؤوب يومية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة العاشرة والنصف ليلاً يعني الموظفة اللي عندنا الموجود يشتغل ليلمع نهار في سبيل إنجاز المعاملات وتوزيح على الناس إضافة إلى ذلك من جملة ما سألنا قمنا بعملية تسهيل أنه الوثائق ما تصدق يعني الوثيقة تسحب من المدرسة وثم يذهب إلى القسم الامتحانات واللجان الوثيقة ما تصدق الرسالة اللي أقدمها أنه هذا الضغط الحاصل علينا أنه كثير من الطلاب للأسف ما يفهم عملية التقديم نقول للطالب اللي يجي أمنه نقول للتقديم بدون تصديق وثيقة يبقى ينتظر اللي صدق الوثيقة وإحنا اللي جاء نتسقبل الوثائق بدون تصديق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر